اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رابع كاتيجوري معانا هو اكتف دراج افلوكس البكتيريا بيكون عندها بمب مخصصة انها تطرد الدواء من جواها البراها علشان ما يؤثرش عليها وبنقدر اننا نقسم الميكانزمو فريزستنس الاكوايرد وانترانزك اهم فرقة ما بينهم الاكوايرد بيبقى دراج تورجيت موديفكيشن الانترانزك لميتنج دراج ابتيك تمام جدا طيب يا دكتور هل في اختلاف بين الجرام بوستف والجرام نيجاتف من ناحية الميكانزمو فريزستنس طبعا الجرام نيجاتف بتستخدم كل الميكانزمس اللي قلنا عليه لكن الجرام بوستف مش بتقدر تستخدم لميتنج دراج ابتيك لانها ما عندهاش الال بي اس اللي موجودة في الاوتر ممبرين وكمان بالنسبة للجرام بوستف بيكون في انواع من الانتبوتكس مش بيكون لها ميكانزم دراج افلوكس ودي الاختلافات بين الجرام بوستف والجرام نيجاتف تمام خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور ازاي ممكن نصاب بالريزستنت بكتيريا ممكن الانسان يصاب بيها من خلال استهلاك كنتامينيتد فود يكون مصدره حيواني لان في المزارع المزارعين بيستخدموا الانتبوتكس استخدام غير سليم علشان يحفزوا من الجراس للحيوانات مش بس لمعالجتها من عدوة معينة وامثلة على البكتيريا اللي بتكون ريزستنت زي الاي كولاي والسلامونيلا هنا يجي دور الدكتور البيطاري في توعية المزارعين عن اضرار استخدام المضادات الحيوية فعلا يا دكتور البيطاري دي محتاجة تكون بس كنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي نقدر نعمل من خلال وده بيكون عبارة عن اننا بنشوف ايه الافكتف انتبوتك وتأثيره على البكتيريا ومنه كمان نقدر نعرف ازا كان فيه انتبوتك معينة البكتيريا قدرت انها تعمله ريزستنتس بشكر حضرتك يا دكتور على المعلومات القيامة اللي حضرك شاركتيها معنا النهاردة نتمنى السلامة والصحة للجميع وقبل ما نختم الحلقة دلوقتي وقت سؤال الحلقة وهو ايه الانترينسيك ريزيستنس ميكانيزم اللي الجرام بوست في بكتيريا بتقدر تستخدمه شكرا لكم واستنونا في الحلقة الجاية وهنتكلم عن او اسباب الامر ان شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء